عزيز المستخدم لإضافة مستخدم جديد يرجى اتباع الخطوات التالية يرجى الضغط على رابط إدارة المستخدمين الظاهر في أعلى الصفحة سيقوم النظام بنقلك إلى نظام إدارة المستخدمين لتسجيل الدخول يرجى استخدام اسم المستخدم وكلمة السر الذي قمت بالتسجيل به في نظام الخدمات الذكية عند الدخول إلى النظام ستظهر شاشة المستخدمين التي تعرض جميع المستخدمين المسجلين والتابعين للمؤسسة يمكنك إضافة مستخدم جديد من خلال الضغط على زر إضافة مستخدم قم بتعبئة النموذج الخاص بإضافة مستخدم جديد مع الملاحظة بأن اسم المستخدم يجب أن يكون بريداً إلكترونياً فعالاً بحيث يقوم النظام بإرسال بريد إلكتروني للمستخدم الذي تم تسجيله ويحتوي على كلمة السر الخاصة بالمستخدم الجديد